اشتركوا في القناة التي تربط بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الامريكية وما يجمعهما من شراكة استراتيجية راسخة سهمت في تحقيق المصالح والمنافع المتبادلة للبلدين والشعبين الصديقين في مختلف المجالات واكد سمو حرص مملكة البحرين على تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الامريكية وتطوير المزيد من اطر التعاون لفتح مجالات اوسع لتنمية الاستثمارات المشتركة وتنشيط التبادل التجاري من خلال دعم جهود القطاع الخاص في هذا المجال واستعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع السفير الامريكي مستجدات الاوضاع الاقليمية والدولية حيث نوه سمو بجهود الولايات المتحدة الامريكية في تعزيز الامن والاستقرار في المنطقة والعالم واكد سمو همية التعامل بشكل جماعي مع التحديات الامنية الراهنة لحفظ السلم والاستقرار العالميين من جانبه عرب سفير الولايات المتحدة الامريكية المعتمد لدى مملكة البحرين عن اعتزاز بلاده بما تبديه حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من اهتمام بتعزيز اواصل الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات وشيدا بدور واسهمات مملكة البحرين في مساندة الجهود الدولية لحفظ الامن والاستقرار في المنطقة ترجمة نانسي قنقر